أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة التقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائنا سنقوم بفتح الصندوق الخاص براوتر ميكرو سيس ونقوم أيضا بضبط الإعدادات الخاصة فيه على جهاز الكمبيوتر خليكم معنا بالبداية أصدقائي أتمنى منكم الاشتراك بالقناة وإذا كان عندك أي سؤال أو استفسار على هذا الراوتر ترك لياب التعليقات أسفل الفيديو ولا تنسى ما تدعمني باللايك إذن أصدقائي الراوتر اللي بين إيدي من الفئة ما دون 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 المتوسطة وهو من الراوترات الرخيصة جدا مثل ما نرى راوتر بسيط خفيف بهوائيين لا يوجد أي ميزات إضافية حتى أنه لا يدعم الـ IPTV سنقوم بعمل نظرة سريعة بمحيط الصندوق لا يوجد أي تعليمات نحكي عنها إلا بخلف الصندوق هنا سنقوم بشرح طريق التوصيل الراوتر خط الهاتف مثل ما نرى الرئيسي يدخل إلى الفلتر ومن الفلتر خط إلى التليفون وخط إلى الراوتر بالإضافة إلى ثلاث مخارج شبكة انتبه لهذا الموضوع إذن في عندي هون أنا ثلاث مخارج أو منافذ للشبكة العادية وليست أربعة وبسرعة مية فقط بسرعة مية إلى الكمبيوتر أو اللابتوب كذلك الأمر الأدابتر الخاص فيه وكذلك الأمر موضوع الـ Wireless بعض الأمور هاي سبيد واي فاي شبكة الـ Guest إنه بيقدر يعمل لك شبكة للضيف عندك غير الشبكة الأساسية في عندك زر الـ WBS بوتن له زر خاص فيه بقفل وتفعيل ميزة الـ WBS والتي هي تعتبر ثغرة بالراوتر لما يتهكر أو هيك شي بالإضافة نعم اللي فيه حماية على الموضوع بس هاي هي الأمور كلها ياتا بهالراوتر الخفيف اللطيف اللي بين إيدينا رح نقوم هلأ بفتح الصندوق والتعرف على محتويات هالكارتوني كما نرى رفقاتنا بعض الكتابات التعليمات البسيطة جداً معيها هنا على الواجهة الرئيسية لها الراوتر نلاحظ وجود الـ Trans الخاص بالتشغيل ونرى كم فولت 9 فولت 0.6 أمبير يعني ما بيستهلك طاقة كثير و 9 فولت التيار الكهربائي الخاص فيه وبيقدر يأخذ حتى للـ 12 فولت ما فيه مشكلة ولكن الأفضل توصل عليه 9 فولت منلاحظ وجود كابل للشبكة كابل أعتقد بحدود 90 صامتي وليس أكتر هاي بالنسبة للراوتر قبل ما نحكي عن الراوتر منلاحظ فيه معي كابلين هاتف صغار ونلاحظ أنه فيه معي كذلك الأمر فلتر مرفق معه فلتر إذن بالنسبة للراوتر اللي بين إيدينا راوتر خفيف بسيط جداً يعني حتى وزنه جداً خفيف أعتقد الدارة يمكن أن يدل بداخله منلاحظ عبارة مايكرو أو ميركوسيس عليه تمام منلاحظ لمبات الإشعارات هون عندي بواجهة الراوتر إذن عندي هون أول شيء زر البور أو لمبة البور لمبة الـ ADSL والتي تأشر لوجود البوابة بالمقسم لمبة أو إشعار الانترنت إنه مزود خدمة الانترنت فعل لك الانترنت أو لا إضافة للمبة إشعار الويرليس وكذلك الأمر بالنهاية لمبة إشعار واحدة لجميع مداخل الشبكة أنا عندي هون ثلاث مداخل الشبكة لازم يكون عندي ثلاث لمبات أو ثلاث إشعارات لها ما لنحطين إلا إشعار واحد من خلف الراوتر منلاحظ ما في شيء إلا ورقة يعني تعليمات بسيطة للدخول إلى الراوتر وهي كل عادة admin admin على ما أعتقد ولكن كثير مزغرين الخط نعم إذن الدخول عن طريق الـ 162-168-1-1 أو عن طريق عندهم موقع للدخول لواجهة الراوتر اللي هو mwlogin.net تمام؟ وعبارة admin admin بإسم المستخدم والباسورد بتفوت لها البرمجة الخاصة بهذا الراوتر أما من الخلف من هنا منلاحظ وجود خط الهاتف ثلاث منافذ للشبكة كذلك الأمر مدخل الترانس أو أدبتر للشحن في عندي هذه الزرهاد بضغطة واحدة ضغطة واحدة بفعل وبيعطل الـ WPS ضغطة طويلة بيعمل ريست للإعدادات أو ضبط مصنع لهالراوتر طبعا الهوائيات ممكن رفعهم بهذا الشكل أو بهذا الشكل يعني في عدة طرق لوضع الراوتر فيه وهلأ أصدقائي رح ننتقل على جهاز الكمبيوتر لنتعرف على طريقة ضبط الإعدادات الخاصة به هالراوتر أما بالنسبة لضبط الإعدادات الخاصة بالراوتر اللي بين إيدينا الميركوسيس فهي على الطريقة التالية إما بتدخل على العنوان التالي mwlogin.net وإما عن طريق العنوان المعروف 19216811 وكلمة المرور أو اسم المستخدم admin وكلمة المرور admin وبتعمل login رح يعطيني هالواجهة السريعة والبسيطة لضبط الإعدادات بقال له التالي next حدد المنطقة الزمنية الخاصة فيك تالي هون رح حط الإعدادات الخاصة فيني المقدمة من مزود خدمية الانترنت طبعا في بعض البلدان موجودة وموجود فيها ضبط الإعدادات الخاص بهذه البلدان التالي next مثل ما أنا شايفين رفقاتي هلأ هون عبيعطيني الاسم الشبكة الويرلس اللي بدي حددها دائما أنا بفضل أعلى تشفير حطه وبحط هون يعني أي شي أنا بحب يعني ممكن نحطه اسم للشبكة وهون كذلك الأمر بحط الباسورد اللي بدي إياها وبعد ما انتهيت من ضبط إعدادات الويرلس الخاصة فيني بقال له التالي وآخر شي عمي اللي الحفظ save بعد ما تم ضبط الإعدادات عطاني هالواجهة هاي واللي فيها طبعا أكيد معلومات الاس ان ار وهالأمور هاي اللي بدل على جودة خدمة الانترنت وما إلى هنالك اللي هي بالستيتوس طيب هلا رح ننتقل انتقالات سريعة ببعض الإعدادات بشكل بسيط وإذا كان عندك أي سؤال ترك ليها بالتعليقات إذا كنت عم تستفسر عن أي كبسة أو أي شي ما لقيته بهذا الراوتر إذن أصدقائك ويكستارت اللي هي بداية العمل على برمجة الراوتر أو ضبط إعدادات الراوتر اللي هي خطوات سريعة عندي الانترفيس setup منلاحظ بداخلها مكان وجود الإعدادات الخاصة فيني وطبعا لا تنسى أنه إعداداتك رح تكون دائما بالبي في سي أربعة بالبي في سي أربعة بدك تنتبه لهذا الموضوع طبعا منلاحظ هنا الانترنت اللان داخل اللان صديقي فيك تعطل الدي اتش سي بي وفيك تغير الاي بي الخاص بهذا الراوتر وفيك تعطل حتى منافذ الشبكة الخاصة فيه ما في أي شيء إضافي نذكره عنها الويرليس ولي هي بتهمنا منلاحظ هاي إعدادات الويرليس كلياته والشنالات من هون منغير هون بياخد للأديش بياخد للتلتعشر شنال لا بأس عليه طبعا منلاحظ يوز دابل يو بي اس ضروري تعطل هاي إشان ما حدا يخترخ لك الراوتر وكذلك الأمر اسم الشبكة فيك تعمله مخفي من هاد المكان بتحطه مخفية طبعا لا تنسى ما تختار تشفير عالي بالإضافة لأهل أمور أنا اللي حاط طامت الملاك شاي طبعا لا تنسى بالآخر ما تعمل سيب ملاحظة مهمة جدا الراوتر بياخد ماك أدرس لحدود الثمانة لاحظ واجهته كتير قريبة من التيبي لينك على فكرة للملاحظة قريبة كتير لواجهة التيبي لينك بياخد لثمان ماكات إما تفعيل وإما تعطيل يعني إما بتسمح لهم لهدول الماكات أنه بشكل تلقائي يتصلوا ويفوتوا وكذا وإما هدول الماكات تمنعهم عن الدخول للراوتر بشكل نهائي نعمل سيف بعد ما خفينا الشبكة بعد الويرلس في عندي شبكة الضيف فيك تفعل شبكة إضافية تحدد لحزمة بيانات معينة انتبه لهذه النقطة ميزة حلوة بهالراوتر بالتيبي لينك يوجد ثلاث شبكات ضيف هون بهذا الراوتر ما في غير شبكة ضيف وحدة لا بأس عليه شغلة منيحة بتبويب المنتينينز أو الصيانة عندي الادمنستريشن اللي فيك تعين في الباسورد للدخول للبرمجة تمام لما ضغطنا الـ 192-168-1-1 فيك تحطون بدل الـ admin admin فيك تحط أكيد الاسم المستخدم ما بتغير admin ولكن الباسورد فيك تغيره المنطقة الزمنية كذلك الأمر لفريموير إنك تعمل فريموير أو تحفظ هالإعدادات بملف عندك على جنب بالإضافة للـ SYS restart إنك تضبط إعدادات ضبط المصنع عن طريق هذا الخيار إنك تعمل له factory default setting بيرجع لضبط المصنع غير طبعاً الزر الموجود على الراوتر وبس وهي هي الإعدادات بشكل سريع أصدقائي لها الراوتر اللطيف والخفيف ومثل ما حكينا لما هو ما دون الفئة المتوسطة راوتر رخيص جداً يعني بيلبي الحاجة بشكل نيحة طيب شكراً لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية